في محافظات الجمهورية أطلقت الكنائس أجراسها احتفالا بعيد الميلاد المجيدة وإقامة قداسة احتفالات اجتمع فيها نسيج الوطن الواحد وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة مع تأمين جميع الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية من وإلى الكنائس من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب مشهد واحد تراه في مصر وهو الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيدة احتفالات عمت كل المحافظات والمدن وجمعت كل أطياف الشعب المصري بمسيحيه ومسلميه الذين لن تستطيع أن تميزهم أو تفرقهم عن بعضهم البعض ففي كنيسة الشهيدة دميانة بمدينة كفر الشيخ أدى المصلون صلاة عيد الميلاد مع تطبيق للإجراءات الاحترازية كما أدية الصلاة في 14 كنيسة منتشرة بمدن المحافظة كل سنة والشعب المصري كله في خير بناسجين مسلمين ومسيحيين كل سنة وكل الشعب في خير يربو نبتدي سنة حلوة جديدة كلها محبة وكلها سلام كل سنة الطيبين ومصر كلها بخير وسعادة وسلامة رب وأمان كل سنة وكل بلدنا الحلوة بخير سنة جديدة سعيدة على كل شعبنا المصري الحلوة على كل الدنيا كلها وفي كنيسة العذراء ببورسعيد أقيمت الصلاة وانتشرت البهجة بين جموع المصلين الذين عبروا عن سعادتهم بما تشهدهم مصر من طفرة كبيرة لا يسعنا إلا أن نرتل مع الملائكة ودي كانت رسالة السماء نفسها المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر ربنا يحمينا من كل شر ومن كل شبه شر وبركة الستين العذراء مريم تكون معنا جميعا وكل سنة وحدكم طيبين في مطروح كان الوضع مشابها لباقي المحافظات التي غمرتها الاحتفالات والسعادة هذه المناسبة هو لكل إخوانا الأقباط كل سنة وطيبين وإن شاء الله عيد سعيد عليكم وعلى مصر كلها بالأمن والاستقرار واللخاء والمحبة والسلام والرحمة وكل سنة وطيبين كل سنة وحضراتكم طيبين احتفلنا من شوية قليلين كده بأداس عيد الميلاد المجيد لسنة عشرين واثنين وعشرين كل سنة والعالم كله بخير ومصر بسلام وشهد العيد السنة اقبال من الرعاية في مرسى مطروح واتشرفنا بتهنئة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ومن عواقل مطروح اللي شاركونا الاحتفال بالعيد أما في الفيوم وتحديدا بكنيسة ماري جيرجس فلم يختلف الوضع كثيرا حيث كانت الاحتفالات والفرحة هي المسيطرة على المشهد ولم تختصر الاحتفالات على هذه النمازك فقط بل عمت الاحتفالات والفرحة جافة المدن والمحافظات والكنائس المصرية التي تزينت بالورود لاستقبال أبناء الوطن وسط إجراءات احترازية وتأمينية على أعلى مستوى إذن هي مشاهد طالما اعتادت عليها مصر منذ مئات السنين وكانت وستظل أكبر دليل على وحدة الشعب العظيم وتلاحمه وترابطه